المبارح مبارات الزمالك كانت صعبة شايف موقفه بقى صعب دلوقتي مش صعبة بالقدر اللي صعبها بنفسه على نفسه في هذه المباراة زي ما كان في مباراة البيترو أتلاتكو في القاهرة الزمالك هو اللي بيصعبها على نفسه ولكن نتيجة بيترو أتلاتكو بتفوق على الوداد المغربي في الجولة التانية في المباراة الأخرى اللي بتتبع لنفس المجموعة الرابعة سهلت الأمور شوية قدت نفس تاني لنادي الزمالك لأنه أصبح عنده نقطتين الأمور أصبحت في الجولات الأربعة المتبقية بالنسبة لدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة لا فيه أمل وأمل كبير كمان والزمالك من أخطر الفرق وما زلت عند رأي حتى ما بعد التعادل أمام بترو أتلاتكو في الجولة الأولى وحتى مع سجرادة في الجولة تانية الفرقين الأنجوليين هناك في لواندا أو في القاهرة من قبل لأنه الزمالك فريق خطير جدا لكن مش لقيت توليفها ومن الآخر كده فيه كهربا موجودة مش كهربا اللي محترف بتعزل فيه كهربا موجودة لمجلس أو للجهاز الفني ناتزة مالك بسبب عدم الاستكرار بشكل أو بآخر في الكيان أو في المنظومة مبعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد له كل الاحترام وتقدير بشكل أو بآخر لكن هما ما طلعوش قالوا أنه مثلا الراجل المستمر ومشروع حتى ختم بطولة أفريقيا أو حتى ختم هدأ الموسم وده عمل حالة شوية أنه فيه إزعاج أي نتيجة سلبية ممكن تأثر بسلب فهم لازم يطلعوا لازم يتكلموا يقولوا الراجل المستقر إحنا معاه مشروع يستمر حتى ختم هذا الموسم أو حتى ختم عقده لأنه بالنتاج السلبية هو تعادل مع بترو أتلاتكو ثم الهزيمة 0-2 أمام سموحة الدوري ثم تعادل بالأمس تعادل سلبي وهم مش محظوظين يعني بشكل غريب من أسوأ المباريات اللي بالعب الناس زمالك كسوق حظ لأنه بيعمل كل أوم أنا أولتهي ممكن في أكتر من ما قلت بيلعب آه يكسب لأ هو بيقدي وبيقدي بشكل مميز الحقيقة وبيوصل بالذات بس العرضة والقائم بصراحة مش عارف يعني مش قادر أبررها لأنه دي برضو عيب لعبين لأنه المفروض في التدرب خلال المراحل التدربية ما قبل المباريات كيفية إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب المرغوب فيه في المباريات لزيدي أنصف الفرص فما يفعش أني أنت تضيع مثل هذه الفرص مش حظه بس مع الحظ ما بيقفش غير مع المكتهد عندها آه بتوصل لكن لازم تنهيها بشكل متقن تلعب كبيرة وبتلعب على لقب وجمهور الزمالك بيبحث عن اللقب السادس لأنه كمان فرق الأهلي بقى عشرة ألقاب ما زين بيقى الكونغولي اللي هلعب المناسبة النهاردة مع المصر يبور سعدي في كونفنرادية والزمالك عنده خمسة ألقاب فجمهور الزمالك مشتاء بقى في لقب أفريق كبير أنت عارف أنه دايماً لما يحصل تعادل أو خسارة يمكن بنرمي اللوم شوي على المداربي ممكن بسبب أو التغييرات اللي بتحصل دي في وجهة نظرك ممكن يكون كارتيرون أخطأ في التشكيل بشكل كبير طبعاً نزيزه غايب بداية الفيروس كورونا كما أعلن نتمنى له السلامة والأمان بإذن الله ويكون موجود في المباراة اللي جاية هما سفروا من لواندا على كازابلانكا المدينة المغربية لمواجهة الوداد إن شاء الله في الجولة التالتة بشكل مباشر في مشكلة حتى من مباراة كأس الرابطة اللي هو كان بيجرب فيها لعيبة كتير وقال لا أنا عندي الأساسيين اللي كانوا موجودين مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية فلازم يكون فيه التوليف الأنسب طب جولك الناس معظمهم مش في حالته بس عشان نبقى وقعيين لأنه فتوح مثلاً فيه مباراة بيترو أتلاتكو كان سايق للغاية صحيح مشكلة اللعب المصري الآفة بتاعة اللعب المصري دائماً لما باجي معاكم أتكلم عن العامل السيكولوجي لأنا تعلمتم من الناس بره إنه أي حد بيفوز كنت أتعامل مع روجير فيدر يقولون أن تجبت ألقابها في جرجان سلام زي يقول لي هنا العقلية نوفاك جوجوبش نفس الكلام يوسن بولت الأسرع في تاريخ مشان نفس الكلام وفي نفس الأمر بالنسبة اللعاب يكورد للقدم ليفربول بيلعب بره زي جوه عنده استراتيجية واسلوب أنا عايزة فوز النادي الأهل على سبيل المثال ربعية تاريخية في الهلال وبرونزية عالم راح مع الهلال السوداني مبرأة من أسوأ مورات لأننا شخصين علاقت عليها بالنسبة لنادي الأهل نفس الكلام نادي الزمالك العيبة جاية خلاص وصلوا لنهاية أفريقيا مع المنتخب الوطني مش بيقدوا بالشكل الكبير مع نادي الزمالك التوليفة مش مصبوطة والقهربة اللي معمولة بالنسبة باتريس كارتيرون والجهاز الفني مع اللاعبين كمان لأنه كل لعب حتى ما قبل الانتخابات كان فيه كلام عن خصومات هاتخسر هاتات عاقب لازم بيقى فيه استقرار ولازم بيقى فيه دعم من مجلس الإبارة والمسؤولين عن الكرة في نادي الزمالك وفي نفس الوقت لازم بيقى فيه توليفة محترمة لأنه وروح اللعيب نفسه يعني أنت بتقول اللعيبة بتقدي مع المنتخب غير ما بتقدي مع العنديا بتاعتها طبما وده ممكن يحرمهم بعد كده من الانضمام المتخب ما في المية والراجل كجهاز فني بالنسبة للمتخب الوطني بشكل عام يعني بيختاروا لعيب المتقلق بسألة عمدي وجد نظر مختلفة إحنا اللعيبة بصراحة ما بدفعش هم لعبوا مطشات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت هي في الحقيقة تتعب أي حد يعني حتى لو محترفين هم لقى على فكرة يعني المطشات اللي لعبوها كتير أو يديها إجهاد كبيرة عليهم عصبيا ونفسيا قلتها كنت معكم من أسبوع تقريبنا قبل مباراة نهاية أفراك مصر والسنغال قلت ربا درت النفع اللي حصل في الموسم الماضي من ضغط مباريات وتزاحم عدد مباراة كبير أوي كل 80 ساعة مباراة قد نفس أكبر للعبين المحلين إنهم يبقوا زي اللعبين الأوروبين في ركم المباراة في قدروا أن يلعبهم في أمم أفراكية بشكل يخض بمستوى اليقى بدنية يخض أي منتخب آخر اللعيبة دي المفروض وصلت لمرحلة من الاحتراف والأسعار وكمان عملات الاستشفاء الموجودة في الأنلية الكبيرة زي نادي زي مالك ونادي الأهلي المفروض تخليهم وقفين على رجلهم في أي وقت محمد صلاح بسم الله ومشاء الله راجل جاي من أمم أفراكية العقلية فإنه حول حتى الهزيمة فيه في عين الأمم أفراكية إلى إنه يبقى عدل ينتقم بالزبط كده آه يعني ده راح راجع وكله حماسي يأكل الكل ويأدي أداء زي الفل لازم لازم فعلى الزمانة إنه يعمل كده على باتريس كارترونو يلاقي التوليفة لأنه عنده لعيبة من أفضل لعيبة الموجودة في القارة الأفريقية كلعبين كأفراد لكن التوليفة اللي هو بيعملها على الأرض لم يلعب لا يعني يبدأ بشكبالة مرة ثم يحط مثلا الإمام عشور مرة في المدلاء ومرة في التشكيل الأساسية مش لاقي إنه في حاجة غلط في التوليفة اللي بعملها طيب هو ليه ما بيستقرش على تشكيل ما داشتقول غيابات بس هو بيحاول إنه يطلع بأفضل حاجة أو إن هو يغدع الغريم يعني مثلا طريق 3-4-3 بالأمس مش 4-3-3 ومشتقطة أو 4-2-3-1 اللي بلعب بيها واللي مريحها أكتر يعني بيحاول إنه يعمل حاجة مختلفة بيوصل أغل المرمى لكن عنده مشاكل دفعية محمود علاء مش في حالته بالمرة أبو جابل حتى بعد ما جاء برضو مش في حالته وإن كان تقلق في المباراة الماضية في المباراة بالأمس عن ما كان الحال في المباراة الماضية بعد عودته من أمم أفريقيا لكن بشكل عام كمان العروض اللي تيجي كتير قوي للعبين وده برضو عملهم حالة مشاكل أو بآخر طبعا لأنه في العبين تقلقوا زي فاتلوح وزي أحمد سايزيزو حتى إمام عشور واللعبين اللي هما موجودين وبدأ الكلام عليهم بشكل كبير بيطلعهم بره التركيز هو دايماً زي مالك موعد كده لأنه اللي من فوق ما بيدلوش الأمان أو إنه بس كمل حتى النهاية عقدك أو حتى نهاية هذا الموسم بعدين هنتكلم بشكل جدي على العكس في الجانب الأخر مثلا في نهاية الأهلي مفيش كلام ده ما حصلش الناس بتركز الناس بتخش في أجواء المحلي أو الفريقي زي ما كان مع المنتخب الوطني وبيرفع من معادل التركيز واللياقة البدنية وبتبعي الأداء الفني حتى بعد نهاية السيزون لو كان لك عرض كويس إحنا معك إحنا في ظهرك فكرة عقلية بس تختلف من مكان آخر الشيكبالة كان فايق جدا وطرق حامد غيابه تفتكر أنه أثر على خط النص في الزمالك مية في المية طرق حامد بشكل عام منذ غيابه حتى ما قبل الاستدعاء لأمم أفريقنا وكده كده كان مصاب من مباريات الدورية المفروض لنادي كبير نادي بطولات لازم يكون ليه بديل وبديل تقيل موجود في نص الملعب لما مشي في الجاني ساسي لأنه إمام عشور تقلق بشكل أو بأخر طرق حامد مصمار نص الملعب ديفندر من عيار تقيل موجود لازم يكون ليه بديل لازم يكون ليه عنصر مؤثر يقدر أنه يأثر على تعطيل هجمة أي غريم لأنه نادي زمالك مستباح في نص الملعب وطالما اخترق نص الملعب الدفاع بتاعه آل وينش متقلق لكن مثلا النص التاني من الدفاع محمود علاء مش في حالته محمد عبدالغاني برضو مش الخبرات الكبيرة اللي يقدر أنه يسد قدام فرق كبيرة ومبارات الوداد اللي جاي اختبار تقيل أو للعب نادي زمالك فلازم يكون فيه أكتر من بديل وأكتر من استراتيجية مرونة تكتكية في الاستراتيجية هل الزمالك قادر أنه يستعيد يلمل بأوراق وزي ما بنقول كده ويستعيد العيبة تاني استعيد عفيتها ويقدروا يظهروا بالشكل المطلوب في المباراة القادمة مع الوداد يقدر الزمالك أنا زي ما قلت عنده عناصر فردية محترمة فنيا لكن على المستوى الجماعي لا وده بيبان حتى حتى لو عندك تلت هجومي متفاهم وفيه فرص تقدر توصل من نص الملعب الهجومي لسواء الجزيري أو أي لعب موجود في التشكيلة بالنسبة لنادي الزمالك هجوميا لا فيه مشكلة فيه إنهاء الهجمة ده عنصر سلبي لازم يتضرب عليه نادي الزمالك لازم يكون فيه توليفة بالعناصر الأساسية اللي أنت تلعب بيها مع المرونة تكتجاه كيفية تدوير لطريقة لعب على الأرض الملعب تتناسب مع الغريم إزاي